يا أهلا وسهلا يا مساء الخير لكل أهلوية اللي بيبدعوا معنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكم وبسم الله الرحمن الرحيم كده الموسم اللي جاي بجد موسم مهم وخطير لأكتر من سبب الحية والكلام النهاردة طبعا في المقام الأول طبعا عارف أنه مواطش الأهلي والمصري مباراة هنتباحها كمان ساعات بسيطة جدا هنتكلم على تفاصيلها ونروح لبرج العرب نطمن على فرقتنا لكن كلام المهم جدا اللي بنتكلم فيه النهاردة هو الموسم القادم ليه بقول عليه موسم مهم وخطير لأنه أنا بعتبره منعطف تاريخي فيما يتعلق بمشاركات الأندية الأفريقية الأبطال في بطولات أفريقيا وكمان في بطولات كاس العالم من السنة الجاية زي معنا التحاد الأفريقي هيكون فيه تطبيق وتحديدا مع بدايات شهر أغسطس لبطولة السوبر ليج بطولة اللي حم نتكلم عليها واللي حضرتكم سمعتوا عليها كلام كتير جدا في الفترة الأخيرة وما بين رفض في أوروبا وقبول في أفريقيا ومحاولات من إنفنتينو لإقناع موتسيبي ويبدو أن الأمور وصلت لملامح رئيسية خلينا نقول ملامح رئيسية لأنه فيه كتير من علامات الاستفهام مازالت غير واضحة حتى اللحظة أي قصة السوبر ليج؟ أي قصة كاس العالم في شكلها الجديد؟ أي قصة الجواز؟ أي قصة مشاركة الأهلي في البطولتين؟ هنتكلم في ده بالتفصيل في حلقة النهاردة وكمان مش هننسى السوبر كوب اللي هيجمع النهاردة بالليل بين الريال وبين فرانكفورت طبعا في فنلندا في هلسينكي على وجه التحديد الملعب الأوليمبي كل ده هنتكلم عليه في حلقة النهاردة بس قبل ما ندخل فيه التفاصيل هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم احنا بنتكلم طبعا على فوار أرقام كلها بتصب في مصلحة الأهلي بس قبل ما صفورت الحكم تعلن بداية المباراة انسى كل فوار الأرقام دي وتوقع أن المصري النهاردة هيقدم مباراة رغم معاناته على مدار الموسم كله ورغم أنه بيصارع أو داخل مش هقول بيصارع أنه بعيد نسبية يعني خسارته النهاردة تدخله في الدوامة وهو بالتأكيد الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن والليعبين عاملين ده في اعتبارهم وفي حساباتهم بشكل كبير جدا فتوقع أنها هتكون مواجهة شرسة هتدوب فيها كل الفارق والأرقام اللي كلها في مصلحة الأهلي يعني هم نتكلم الفارق الوحيد اللي بيصبه في مصلحة المصري هو عدد المباراة لعب مباراة أزيد مني مع عدد ذلك الترتيب احنا التالت هم الحداشر النقاط احنا تسعة وخمسين هم تلاتة وتلاتين الانتصارات سبعتاشر هم سبع كل الأرقام في مصلحة النادي الأهلي ولكن زي ما قلت لكم خلينا نتفق كل مطشاط الأهلي اللي فضلة أو المتبقية في عمره ومسابقة الدولة هتكون في منتهى الصعوبة وفي منتهى القوة اللي يفرق معنا وده اللي حسنا بفرق شوية في مباراة الاتحاد هو فكرة الهدوء الأريحية مفيش توتر مفيش تصرع بالسرعة تصرع كنا حسناها بشكل كبير جدا في مطشاط الأهلي اللي قبل مطش الاتحاد وبالتالي نتمنى ونراهن على فرقتنا النهاردة إن شاء الله في تحقيق مكسب مهم ومطلوب خلينا نروح لبرج العرب وتحديدا لزميلنا العزيز فاروق صلاح نتعرف منه على اللمسات الأخيرة في معسكر الفريق قبل مواجهة المصري كمان ساعات قليلة جدا فاروق مساء الخير مساء النور الزميل العزيز أحمد سمير كل تحية لكم كل تحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبالتحديد متابعة برنامج السادسة عرض يمكن أمام الاتحاد خلينا نقول كده فاتح للشاهية لجماهير النادي الأهلي وبيقول إنه الأهلي قادر دايما والأهلي بمحضر قادر يقدم عرض قوي ويحقق نتائج على فرق كبيرة رأيك فيه للاستعدادات أنت طبعا تابعة المعسكر الممتد من قبل مباراة الاتحاد وصورا طبعا لمواجهة المصري اللي هتتلعب المباراة اللعب كمان ساعات قليلة جدا كلمنا كده على الأجواء العامة في المعسكر وشكل الترتيبات والتحضيرات لمواجهة النهاردة أمام المصري في ملعب برج العرب يعني في البداية زميل أحمد خليني يعني أحييك على طرحك للأمر المعسكر وفعلا أنجزت فأوجزت الهدوء في مباراة الأهل القادمة وبدأ من مباراة الاتحاد مرورا طبعا بمباراة المصر اليوم ثم تتوالى المباراة تبعا بالفعل هو هدوء وكان فيه تصرع في المباراة الماضية لكن أصبح فيه هدوء فيه ارتاحية نسبية طبعا خلينا برضو نحن نشيد بقرار مجلس أدارة النادي الأهلي باستناف مباراة الدوري باللعبين النشئين زي ما قلنا ومن التفقين على هذا الأمر أنه رفع الضغوط عن الجاز الفني عن اللعبين قد مزيد من الارتاحية والهدوء ويعتقد شرح وافي فعلا لمعسكر النادي الأهلي هنا بالأسكندرية زميل أحمد اللي احنا نمسينه من بداية مباراة الاتحاد حتى تتوالى الأيام تباعا بالتدريب عقب مباراة الاتحاد ثم مران الأمس ثم اليوم فيه هدوء فيه تركيز عند اللعبين مفيش ضغوط نفسية مفيش التوتر اللي كان موجود طبعا في الفترة الماضية مستر ريكاردو سواريش بيتعامل بأرياحية أكثر خلال هذه الفترة حاولي النواي زي ما قال في المؤتمر الصحفي أننا أقف على مستوى بعض اللعبين في قطاع النشئين اللي ممكن نستعين بيهم خلال الفترة القادمة مع بداية الموسم طبعا أشاد طبعا بيه النجوم الكبار والعائدين من الإصابة واللعبية لفترة الراحة نحنا أيضا لمسينه الجدية اللي عند اللعبين للنشئين في كلامنا في حديثنا معهم كلهم خلاص نسوا مباراة الاتحاد عندنا مباراة مهمة أمام المصري اليوم الجميع بيتصابق من أجل تقديم أوراية تمادل للجمهور الجميع بيمسك في الفرصة قالوا عارفين أن الفرصة بتيجي في النادي الأهلي فرصة صعبة ما بيجيش بسهل بنحاول نثبت أن احنا أمام كل الجمهور أن أي فرض بيرتدي قميص النادي الأهلي بيبقى جدير أنه يمثل النادي الأهلي النهاردة أنا هتكلم على كواليس اليوم كان اللعبون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة بعد دقاقة تكون المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش اللي طبعا من خلالها هيشرح أسلوب اللعبة أو طريقة اللعبة والأمور ومن خلالها بيعلن أيضا التشكيل والطريقة اللي هيواجه بها فريق المصري في هذه المباراة بالأمس كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين قبل انطلاق المران بتتوالى الجلسات من مستر ريكاردو سواريش مع جهازه المعاون مع الكابتن سامي مع الكابتن سيدة أبو حفيز مع أيضا اللعبين الكبار مع اللعبين الناشئين وأنا برضو مش حابب أقول لعبين الكبار واللعبين الناشئين لأنه كل من يرتدي قميصا للنادلالي هو لاعب داخل جدران البيت الكبير للنادلالي لكن التعامل اللي احنا بنشوفه زميل أحمد من اللعبين السواق بقى كابتن الموجودة كابتن ربيعة علي لطفي محمود متولي ديانج بيرستاو الخبرات عناصر الخبرة في النادلالي في تعاملهم مع اللعبين طبعا زمولنا يعني بعيدا عن موجة الأهلي والمصري يمكن من ساعة ما وصل مستر ريكاردوس وارش للقاهرة أو تولى المسؤولية يعني مع النادي الأهلي لم تتح لي فرصة أو مدة طويلة زي فرصة التواجد في إسكندرية في برج العرب وخصوصا إنها فترة يمكن تكون زي ما اتفقنا ما فيهاش ضغوط كبيرة قوي عليه وما فيهاش فيه أريحية في الشغل هل لاحست إنه الراجل طريقة التعامل مع اللعبين طريقة تفكيره وتدريب بتاع الفريق نفسه اختلف عن مرحلة ما قبل مباراة الاتحاد ولا تقدر تقول إنه ماشي بنفس الطريقة وبنفس النهج لا خلينا اتفق معك زميل أحمد في هذا الكلام بالفعل الطريقة اختلفت الهدوء بقى فيه هدوء في ملامح وجه مستر ريكاردوس وارش أكيد هو من بداية ما تولى المسؤولية والقيادة الفنية للنادي الأهلي هو طالب بهذا الأمر إنه يكون فيه فترة إنه يقدر يعني بقول أنا عندي شغل كتير عايز نفزه لكن الوقت مش مساعد إن أنا أعمل الشغل ده فيعني اعتبر دي تاني فترة مستر ريكاردوس وارش يقدر إنه يعني قال عليها عقب الفترة اللي كانت قبل مباراة في يوتشار اللي كانت في عيد الأطحل مبارك اللي كانت قبل مباراة في يوتشار كانت حوالي ست أيام قدر برضو نو يشتغل فيهم شغل أكثر مراعا الفترة دي بتتكرر في هذه الفترة من بدءا من معسكر مباراة للاتحاد بقى فيه هدوء بقى فيه ارتاحية التدريب بالأمر ماشي انسيا بالدنيا فيه تناغم ما بين الجاز الفني واللعبين بيدروا مخطط الأحمال بشوفوا بيدخل مع كل لعب سواء لعب أو اتنين أو تلاتة بيدخل معهم الجيم مفيش يعني مفيش لعب بيدخل الجيم لوحده فيه هدوء أكتر فيه ارتاحية بالفعل كان بيبحث هو عن هذا الوقت ولسه بيقول أنا محتاج ومحتاج وقت يكون فيه في معسكر أقدر أتعامل مع المعلمين أقدر أن أنا أنفس بعض الجمل وبالمناسبة زميل أحمد مستر كاردوس واريش لما جي القاهرة أو تولق هذا الفنان النادي هو جايب مع بعض الأدوات اللي بيشتغل بيها في الملعب بلاقي بيديق مساحة الملعب بيعيد رسم الملعب شفناها في المعسكر على مدار اليومين الماضيين تخطيط الملعب بيحاول يقلل المساحة اللعب في المساحة الدقيقة يصرع إقاع اللعب ويصرع رتم اللعبة دي من الأمور المهمة جداً اللي يشتغل عليها عقب مباراة الاتحاد نتمنى النهاردة إن شاء الله إن احنا نشوف فيه مباراة اليوم أمام المصري بإذن الله نتمنى مش عايزين غير إنه مطش النهاردة يبقى امتداد لنفس الحالة نفس الروح نفس الأداء والنتيجة طبعاً بتاعت ربنا بشكرك شكراً جزيلاً زمنا العزيز فاروق صلاح من برج العرب وتحديداً من معسكر فئي الأهلي المغلق طيب سؤال بما إنه إحنا بنترح الأسئلة وننتظر إجابات أو على أهل خلينا نفكر مع بعض مع الجمهور السنة دي أول سنة رابطة أندية طب إحنا ليه جبنا رابطة أندية مفترض عشان تبقى مسؤولة عن تطوير المسابقة ومعالجة أوجه القصور وإنه تشيل عب أو جزء من مسؤولية المنطب الاتحاد الكرة أنه هو يشيلها ويتفرغ اتحاد الكرة أو ياخد مساحة أكتر للتركيز مع المنتخبات طبعاً بنشوف المسابقة السنة دي مع طبعاً في دور لجان مفترض أن إحنا لما نعمل لجنة حكام يبقى هنا بنطور الموضوع وبتساعد المنظومة التحكمية على نجاح المسابقات المحلية في لجنة مسابقات مفترض أنها بتساعد برضو على نجاح المسابقات المحلية وتوفر كل ما هو مرتبط بفكرة تكافؤ الفرص طب هل ده حاصل ولا لا؟ هجاوب حضراتكم بس بعد الفاصل كل التوفيق لكابتن محمود بن حاكم مباراة الأهلي المصري النهاردة الحقيقة يعني وده رأي شخصي وموضوع مدام اتفقنا أنه مجرد رأي أو وجهة نظر يبقى يحتمل أنه يكون نسبية اللي أنا أقوله وحاجة تختلف معاه طبيعي جداً مش مفترض أنه يكون صح وانت غلط ولا العكس الصحي لكن أنا بشوف محمود بن واحد من أفضل حكام الحقيقة في الفترة الأخيرة في المسابقات المصرية إن لم يكن أفضلهم الحقيقة الهدوء الثبات الانفعالي للشخصية الهادية متحسش أنه في حكام على فكرة كتير جداً عندنا في الدول المصري هنا قصة الهدوء والثبات الانفعالي دي بعيداً عن القرارات الفنية يعني بعيداً أنك ممكن ما تمسكش عليه غلطة أو ما حصلش مشكلة في المباراة أثرت بشكل مباشر بس في حالة اصرار شديدة جداً على أنه يستفز ولما بيستفز للأسف طبعاً ودي تحسب على بعض اللاعبين عندنا في لعبة بيتم استفزازها وتخرج عن شعورها وبيقل تركزها وبالتالي بيقل مستويها لكن فكرة الهدوء والثبات الانفعالي وقلة الأخطاء الفنية واحدة أو حاجات من أكتر الحاجات اللي بتميز كابتن محمود البنة وكان سؤالي بما أن احنا بنجيب اللجان أو عندنا لجان مسؤول عن إدارة ملفات بعينها زي لجنة الحكام زي لجنة المسابقات مفترض أن احنا بندي الناس أو الموضوع لأمور لناس متخصصة جداً وعندها خبرة كبيرة فيها عشان نطور وعشان نحسن وعشان نجود لو كلمت على لجنة الحكام هل أنتوا شايفين عموماً يعني في الدوة دي مش بس في مطشاط الأهل هل أنتوا شايفين حتى مع وجود تقنية الفار وتطور الملحوظ في جودة النقل والبث التلفزيوني أنه كان فيه مردود إيجابي ده دي حاجة ترجع لكم أنا سايب الإجابة وأنا عارف يقيناً أنه أغلب الناس متفع على إجابة معاناة وهي أكيد لا طب لجنة المسابقات هل أنتوا شايفين أنه لجنة المسابقات في وجود طبعاً ربطة الأندية اللي كان مفترض أنها تكون حريصة أو أكتر حرصة على نجاح المسابقة بشكل كبير أنا أجاب لكم بس نموذج وعينة مثال صغير تعالوا نشوف بعد مطش النهاردة مطشاط الأهلي إيه في الدوري عندنا خمس مطشاط هتبقوا من عمر المسابقة أربع مطشاط فضلين للأهلي في المسابقة ومطش مؤجل اللي كان مع الإسماعيلي اللي تأجل بسبب وصول الأهلي لنهاية كاس مصر 17-8 الفترة من 17-8 للفترة وصولاً لـ 30-8 يعني هتتكلم في فاصل زمني لا يتجاوز الإسبوعين تمام؟ لا يتجاوز الإسبوعين 14 يوم بالتمام والكمال من 17 لـ 30 هيلعب فيهم الأهلي كم مباراة؟ هيلعب فيهم الأهلي خمس مطشاط هل ده طبيعي؟ بالتأكيد طبعاً مش طبيعي لكن اللي مش طبيعي أكتر هو ترتبهم وأماكن لعبهم مفترض أنه الأهلي يلعب يوم 17 قدام إستن كامباني في القاهرة بعدها يوم 21 يسافر عشان يلعب مع الإسماعيلي في برج العرب عشان يرجع في القاهرة يلعب يوم 24 مع أمبي عشان يسافر يوم 27 لإسكندرية يلعب مع الجيش عشان يرجع يوم 30 يلعب مع سيراميكا طب وإحنا عندنا لجنة مسابقات ليه؟ مع كامل الاحترام والتقدير أنا هنا بتكلمش على أشخاص ولا بقلل من قدراتهم ولا بقلل من إمكانياتهم بس إذا كانت لجنة المسابقات حتى جاء يعني حتى ترتيبه جدوى المطشاط في الحيز الزمني ده بالترتيب ده إزاي؟ طب وإحنا محتاجين لجنة مسابقات في إيه؟ طب ما أي حد يمسك جدوى للدول يعمل جدوى للدول يعني إيه العبقرية؟ إيه الحلول اللي مطروحة؟ إيه الشيء الفز الحقيقي أن أنا أحط جدوى المطشاط لنادي الأهلي في 13 أو 14 يوم خمس مطشاط القاهرة أسكندرية راح جاي هل ده يعقل؟ هل ده شيء نقول بعد كده أنه فيه تكافؤ فرص؟ الإجابة عند حضراتكم سريعا نروح لأخبارنا والبداية مع الشحات اللي رجع بالسلامة ألف الحمد لله على السلامة حسين بعد ما عمل طبعا عملية جراحية نكحة في غضروف الرجبة ومفترض إن شاء الله بعد نهاية مباراة لأهلي والمصري على طول هيقعد مع دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عشان يحددوا البرنامج التأهيلي الخاص بحسين الشحات في الفترة المقبلة نروح لروجيرو ميكالي وزي ما بنقول العلى لازم نقول اللي لي حقيقة زي ما بننتخد اتحاد الكرة في أوقات كتيرة جدا وفي مواقف كتيرة جدا لازم نقول الحقيقة أنه بشوف أنه من النجاحات اللي تحسب لاتحاد الكرة التعاقد مع روي فيتوريا مدربة للمنتخب الأول والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب مصر الأولمبي اللي بنتمنى له التوفيق رجل من مدرسة محترم جدا مدرسة البرازيلي أنا بحترم جدا المدرسة اللاتينية قريبة جدا منها ومن ثقافتنا طبعا ده لقطات من المؤتمر الصحفي اللي تم تقديمه فيه ورجل لتصريحته يعني طموحة جدا إيجابية جدا نتمنى أنه ينجح فيه تحقيق ولو جزء منها وبيحلم قال أنا بحلم أنه نحقق ميداليا أولمبية مع المنتخب المصري واللي ما عرفش سبق أنه حقق بالفعل ميداليا دهب فيه مع منتخب البرازيلي الأولمبي أعتقد في أولمبياد ريو دي جانيرو قال طبعا أنه عارف حاجات كتيرة جدا عن الكرة المصرية وعارف أنه محمد صلاح واحد من أهم من جوم الكرة في العالم وقال أنه فكرة أنه يشارك مع منتخب مصر الأولمبي حاجة مستهلة يعني كان ليه مجموعة من التصريحات كده المرتبطة بالمنتخب الأولمبي ومرتبطة برؤيته وأهدافه اللي ممكن يحققها في الفترة اللي جاية مع المنتخب اللي أعتقد أنه برضو واحدة من القماشات المحترمة جدا واللي ممكن تراهن عليها جدا في تحقيق ألقاب الكرة المصرية وبالمناسبة يمكن كابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة تحدي الكرة كان ليه كلمة خلينا نشوف كابتن بركات قال إيه ونرجع لحضراتكم يعني إحنا كأعضاء مجلس إدارة سعداء بوجود مستر روجيريو ميكالي مدير فني للمنتخب الأولمبي الفترة اللي جاية يمكن زي ما قلنا في المؤتمر إحنا كان يعني عندنا يمكن حوالي مثلا نسبات لخمس ست مدربين على أعلى مستوى وفي الآخر مجلس الإدارة يمكن اختار أنه هو مستر ميكالي اللي يبقى موجود الفترة اللي جاية راجل خبراته كبيرة خصوصا في المرحلة السنية دي راجل عنده إنجازات كبيرة حقاها فضية كاس العالم مع منتخب الشباب البرازيلي زهبية الأولمبيات مع منتخب البرازيل ويمكن دي كانت أول زهبية في تاريخ البرازيل في كرة القدم برضو وجوده في المنطقة العربية برضو فترة من الفترات سوى في السعودية أو في الإمارات فبرضو دوت بيخليه على دراية برضو بالكرة العربية وحتى أسلوب الحياة وده يمكن حتى أتكلم معي فيه أما وصل المتفاوضات مع الراجل ما كانتش صعبة خالص الراجل كان واضح جدا أنه من أول اتصال أنه كان حابب أنه يبقى موجود كانش بعقد الدنيا خالص هو الراجل كان بيسهل وإحنا في نفس الوقت كنا عايزينه فكنا برضو مسهلين الموضوع حتى يمكن مستر زيلر الإيجنت تعوه حتى راجل برضو كان بقرب وجهات النظر جدا واضح أنهم كانوا حابين أنهم جايين لأنهم عارفين مصر عارفين قيمة منتخب مصر تعارفين أنه الفترات اللي فاتت كان منتخب الإولمبي بيدربوا مدير فني مصري وكابتن شاوي غريب بصراحة طبعا يمكن ما أسرش خالص الفترة اللي أضعها وعمل إنجازات مع المراحل السنية الصغيرة كابتن شاوي ولكن احنا شفنا أنه عايزين نعمل حاجة جديدة الفترة الجاية للكرة المصرية وده كان بان من خلال اتفاقنا مع مستر ميكالي إن احنا عندنا طموح وهو كمان عنده نفس الطموح إن احنا مش مجرد نوصل لأولمبيات لا عايزين نوصل لأولمبيات وعايزين نحنا كمان ننافس على مداليا لأن احنا عندنا الخامة دايما بتبقى كويسة في اللعيبة وده حتى بان الفترة الأخرانية في منتخب النشيين ومنتخب الشباب وشوفنا يعني كابتن محمود جابر والبطولة العربية هو بيلعب النهائي وبيخسر بركلة جزاء ضربت في العيم ورجعت نفس الأمور بالنسبة للكابتن محمد وهبا ماشي بشكل كويس هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده من ساعة ما المجلس جيه وكلفوني أنا والكابتن حازم إمام بالاشراف على المنتخبات اللي عندنا طبعا أكيد إحنا عايزين ننجح والنجاح بييجي دايما من النتاج الجيدة للمنتخبات فإحنا علشان كده إحنا بنحاول إن إحنا نقدم أي حاجة شوفنا مستر روي فيتوريا من ثلاث أسابيع شوفنا مستر ميكالي شوفنا حتى المنظومة التحكمية غيرناها وجيك لاتنبرك واحد من من أفضل حكام اللي كانوا موجودين في الدوري الإنجليزي والمرحلة الأخيرة هتكون المدير الفني لاتحاد الكورة إن شاء الله بدعمكم إحنا نتمنى أن ربنا يوفقنا كلنا إن شاء الله ونرتقي بالكورة المصرية اللي هي أصلا مكانها كبير جدا وإحنا عارفين شكرا أعتقد محدش يختلف مع الكلام اللي قال محمد بركات كل التوفيق للميكالي طبعا موديل فني جديد للمنتخب الأولمبي ويحسب الحقيقة لكابتن محمود جابر إنه حافظ على القوام ويتهيال إن المنتخب ده لأسسه أو شارك يعني في تأسسه لأنه الفضل طبعا يعطى لأهله أو يحسب لأهله عدد كبير موديل فني بس بأعتقد إنه كابتن ربيع سين كان صاحب بصمة ومهمة جدا في المنتخب اللي حضراتكم بتابعتوه في كاس العرب ويقول إنه اللعيبة عندنا حياة في مصر ما فيش شك إنه فيه إمكانيات دايما كويسة لكن مهم إزاي تعتني بيها وإزاي تديها الفرصة وإزاي تكمل معها واتأهله لأنه بشوف المنتخب ده مع منتخب كابتن شاوئي غريب اللي هو كان منتخب الأولمبي لكلهم اللي حقيقة نجوه من النهاردة في الدول المصري هم رهننا في كاس العالم 26 طيب الكلام على السوبر ليج إيه قصة وإيه الحكاية والرواية هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الفصل وبعد ما نشوف كمان كشف حساب لمية خمسة واربعين مواجهة جامعت بين المصري البورسعيدي والأهلي في مختلف المسابقات ونرجع لحضراتكم ليه قلت في بداية الحلقة وأنا بتكلم عن السوبر ليج إن الموسم اللي جاي ممكن يكون الأهم والأخطر لكل أندية أفريقيا لأنه بنتكلم على استحداث بطولتين البطولة الأولى اللي الناس كلها بتتكلم عليها النهاردة هي بطولة السوبر ليج اللي جوازها هتوصل لحوالي 100 مليون دولار وده بالنسبة لقارة أفريقيا طبعا نرقم ده في أوروبا ولا حاجة يعني النهاردة فيه مطش السوبر كوب في فنلندا الريال في مواجهة فرانكفورت المشاركة في البطولة أو بطولة المشاركة في المباراة دي 5.1 أو 5.1 مليون دولار للفريق اللي بيشارك فيها لكن يعني قدينا بنقرب نحن متكلم على جائزة المركز الأول في السوبر ليج اللي حضراتكم شايفين المؤتمر تقدمها النهاردة البطولة اللي كان فيها كلام كتير جدا السنة اللي فاتت من السنة اللي فاتت يعني لغاية ما تم الإعلان عن التفاصيل المبدئية اللي حضراتكم مشوفتوه النهاردة ده ليس التصور النهائي التصور المبدئي للبطولة الفائز بالمركز الأول في السوبر ليج الأفريقية هياخد 11 مليون دولار 11 مليون دولار 11 مليون دولار وده بالنسبة الكرة في أفريقيا رقم فالكي نقلة كبيرة جدا 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 يعني خد بالك مثلا لما بنتكلم على انك تشارك في سوبر ليج فتاخد 11 مليون وتلعب سوبر أفريقيا مثلا فتاخد لك مليون ونص ولا 2 مليون تانيين وتشارك في كاس العالم فتاخد لك 3-4 مليون حسب النتائج اللي انت بتعملها انت بتكلم في ميزانية كرة في نادي لم يحققها من جواز على مدار تاريخ الكرة من أول ما بتدينا نقول يلا بطولة في أفريقيا وبالتالي ده نقلة نوعية كبيرة جدا على مستوى بقى عقود الرعاية وعلى مستوى الصفقات اللي هيتم إبرامها لانه تتكلم على مبالغ ضخمة جدا مبالغ فلكية وبالتالي كواليتي الكورة للأنديا اللي هتشارك بشكل عام والأنديا اللي تفوز بالبطولة بشكل خاص تختلف تماما جملة وتفصيلا عن المسلم اللي بعده زيد على ده قبل ما دخلك في تفاصيل السوبر سوبر ليج انه كاس العالم للأنديا كمان واضح انه الفيفا بعد النسخة اللي جاية بعد نسخة عشرين تلاتة وعشرين انا بتكلم بدايةا من عشرين اربعة وعشرين يعني بعد السوبر ليج ما يخلص هيكون عندك نسخة كاس عالم بشكلها الجديد واللي بيتبنى الفيفا بمشاركة اربعة وعشرين فريق من كل القرات على عكس بقى اللي احنا كنا متعاودين عليه ست فرق وصحب الارض سبع فرق بيلعبوا البطولة وقصة وانتهت فالفيفا بيفكر يكبر او يوسع وبالتالي حجم الجواز فيها برضو هيكون مختلف عشان كده المسلم اللي جاي ده مهم المسلم اللي جاي ده هو انك بتحط القواعد او بتبني الفريق اللي على اساسه هتخش تراهن عليه في بطولة السوبر ليج نظامها بسيط جدا وان كنت اشوف انه نظام شوية برضو فيه شبهة عدم تكافق فرص بس خلينا اشرح لك نظامها نظامها انه فيه 24 فريق هيتم اختيارهم من القارة افريقيا بناء على تصنفهم حسب مشاركاتهم في بطولات افريقيا في السنوات الاخيرة مالوش علاقة بالتتويج من عدمه يعني احنا هنا بنقول ايه اول الدوري وتاني الدوري بيشاركوا في بطولة الشامبيونز ليج بطولة دوري الابطال تالت الدوري ورابع الدوري بيشاركوا في كونفيدرالية مش عارف في بطل الكس مبنية على تصنيفات الفرق فيه من قبل الاتحاد الافريقي في السنوات الاخيرة وطبعا هنا بنقول انه الاهلي اكيد لانه الاهلي الفوارق بينه وبين كل عندية القارة كبيرة جدا فبالتالي الاهلي دمى النصيب لكن في النهاية خليني اقول لكم التأسيمة بتبع عبارة عن ثلاث مجموعات مجموعة الشمال الافريقي 8 فرق لم يتم تحديد المعين اللي على اساسها يعني احنا عندنا في شمال الافريقيا فيه 5 او 6 دول عندك مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب واعتقد موريتانيا ولا ممكن موريتانيا تمشي غرب يعني ما علينا الشمال الافريقي 8 فرق يشاركه في مجموعة وسط وغرب افريقيا 8 فرق تانين وجنوب افريقيا السحل الشرقي بقى وصولا لغاية جنوب افريقيا تحت 8 فرق تانين بيصفوا او بيلعبوا مطشط مع بعض الثلاث مجموعات دول زهابا وقيابا يعني كل فريق بيلعب مع 7 فرق تانين يعني 14 مباراة في دور المجموعات بيتم اختيار افضل 3 فرق في او افضل افضل 5 فرق في كل مجموعة مظبوط اه افضل 5 فرق في كل مجموعة وبعد كده بيتم اختيار احسن فريق في المركز السادس يبقى دور ال16 زهاب وعودة لغاية لما نوصل للمباراة النهائية اللي هتقام من مباراة واحدة فاصلة يتحدد على اساسها بطل السوبر ليج يترتب على ده انه بطولة دولي الابطال هترجع بها لشكلها القديم بتاع التسفينيات مفيش مجموعات والجاو ده هم الفرق بتلعب مع بعض من دور ال64 لدور للمباراة النهائية كلها بنظام الزهاب والعودة مواجهات مباشرة والمغلوب يطلع نوكاوت والفايز بيكمل لغاية لما يوصل للمباراة النهائية لكن ايه على اي اساس طبعا يعني هنا مثلا الاهلي بطل الدوري هل الاهلي في الوقت ده والاهلي رانكينج نمرة واحد او تصنيفه رقم واحد على مستوى قرية افريقية هل يحق للاهلي انه يلعب في السوبر ليج والشامبيونز ليج يعني اعتقد انه يحق له لكن هل ده ممكن يحصل ولا لا برضو محدش عارف البطولة اللي هتكون مؤهلة بما انه دوري الابطال تراجع من حيث الاولوية او من حيث الاهمية على مستوى القارة وباقة السوبر ليج هي اللي في صدارة المشهد هل السوبر ليج اللي بيقاهل للكاس العالم الاندية او لشامبيونز ليج هي اللي مازالت بتقاهل للكاس العالم الاندية اسئلة كتيرة جدا هنجاوب عليها في الايام اللي جاية هتسمحون نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم سريعا جدا نلخص اللي قبل الفاصل بطولة السوبر ليج تلات مجموعات كل مجموعة 8 فرق بيتم اختيارهم وتأهلهم حسب تصنفهم في مشاركاتهم الافريقية في السنوات الاخيرة الشامبيونز ليج بترجع للنظام القديم خالص ذهاب وعودة من بداية الدور 64 وصولا للمباراة النهائية وما فيش دور مجموعات الكونفيدرالية بقى هتتلعب بنفس النظام بتاع السوبر ليج لكن هيتم تغيير المسلمة بتاعها من بطولة الكونفيدرالية او الكونفيدراشن كاب لبطولة كأس الاتحاد الافريقي طيب هل ده معناه ان البطولة دي لما تخلص نطلع 24 فريق جديد لا بالعكس الـ 24 اللي بيشاركوا في السوبر ليج هيظل منهم الـ 22 الأوائل صحاب المركز الاخير من الـ 24 اللي هو 23 و24 بيطلعوا بره البطولة وبيدخل الأول التاني من كأس الاتحاد الافريقي عشان يشارك في النسخة اللي بعدها من بطولة يعني تقريبا كانت تقول نفس نظام الدوريات بتتلعب بنفس نظام الدوريات فكرة الدوري الأبطال التلعب لاتي أقرب منها للنظام الكؤوس حتى لو كان فيها دور مجموعات لكن السوبر ليج هي نظام دوري بس على مستوى قارة بأكملها ويتم اختيار الفرقة المشاركة فيها ليس بناء على ألقاب البطولات المحلية ولكن على أساس الأرقام المرتبطة بإنجازاتهم أو البطولات والمراكز اللي حقوقها بنظام النقاط طبعا المتعرف عليه واللي انتوا عارفينه ومزاكنينه في السنوات الأخيرة أختم النهاردة بتمنياتي بكل التوفيق لرجالة الأهلي النهاردة فرصة للتأكيد فرصة للتأكيد فرصة كمان للإطمئنان على اللي جاي وإن شاء الله يكون الأهلي في أفضل وأحسن حالاته دايما على خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي وبشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة من السادسة تحياتي لكم اشتركوا في القناة